الخبر باختصار أهلا بكم كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن الحصيل المؤقتة بشأن الدعم المالي المقدم عبر صندوق تدبير جائحة كورونا لفائدة أرباب الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا مدخولهم نتيجة لحالة الطوارئ الصحية وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي بهذا الشأن أنه قد تم إلى حدود هذا اليوم منح المساعدات المالية لفائدة 3.9 مليون أسرى من أصل 4.3 مليون أسرى مستحقة للدعم مضيفة بأن هذه العملية ستستمر في المناطق القاروية والنائية خلال هذا الأسبوع مشيرة على تخصيص غلاف مالي بلغ 4.2 مليار درهم لإنجازها وتخبر الوزارة هذه الأسرى العاملة في القطاع غير المهيكل بأن مرحلة ثانية للدعم ستنطلق يوم الخميس الرابع عشر من ماي وسيتم الاعتماد في تقديم المساعدات المالية على التصريحات التي سبق تسجيلها أخدا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة وأضافت بأن عملية سحب المساعدات المالية ستتم بنفس الطريقة التي تمت بها في المرحلة الأولى حيث سيتم بعت رسائل نصية على الهواتف النقالة لأرباب الأسر المعنية وحتى يتم تجنب الاقتضاد أمام نقاط سحب المساعدات في هذه الفترة التي يطبق فيها الحجر الصحي سيتم تمديد عملية بعت الرسائل النصية على عدة أيام اشتركوا في القناة